ليس بالأمر السهل أن تكون مجموعة إنسان في إنسان واحد ولكل إنسان داخلك ذات موجودة وناجحة إذا أردت أن تكون أنت كما أنت لا تستمع إلى المغرضين ولا تنظر إلى الخلف كن أنت وكون ذاتك هذا أنا هند البلوشي مثيرة للجدل هند البلوشي مرحباً لتش في برنامج هذا أنا تفضلي شكراً لتشرفت أنا متأكدة أن الحلقة ستكون تشبهت مثل شخصيتك مليئة بالمفاجآت وتصريحات الجريئة إن صح القول أنا أخذ من كلامك كون مجموعة إنسان شو تقصدين؟ أقصد أنا قلت إذا أردت أن تكون مجموعة آآ آآ سوري ليس بالأمر السهل أن تكون مجموعة إنسان في إنسان واحد أحياناً يعني يكون هناك أشخاص فيهم طاقة غريبة وهذه الطاقة ما يشبعها شيء خصوصاً أنا أتكلم عن الموهوبين والفنانين دائماً يعني يسألوني إنتي شلون تقدرين تجميعين بين كل هذولا اللي أهمى وجودين داخلي وايد ناس وايد هندات داخلي فكل وحدة لها شخصيتها كل وحدة لها توجهها ولله الحمد في كل وحدة منهم أنا ناجحة يعني خليني أفسر أكثر أنا ممثلة أنا معلمة لغة عربية أنا أغني أنا كاتبة أنا الآن مخرجة مخرجة وأنا الآن ناقدة ويعني أحس أن كل شيء فيه فن أبي أبدع فيه أبي أطلع الطاقة اللي يعني هند أنت دائماً يقال عنك أو يرتبط فيك صفة المثيرة للجدل إلى أي حد هذا الشيء فعلاً يصف هند البلو شيء أعتقد هناك أشياء كثيرة في هذا الزمن مثيرة للجدل سواء كانت هند أو غيرها اليوم أحنا أتفه الأسباب أصبحت مثيرة للجدل وأصبحت رأي عام في متناول الجميع بأعمار مختلفة بسبب وجود السوشيال ميديا طبعاً فإذا أنا أثير الجدل في عمل فني أبدعت فيه يا هلا ومرحبا بهذا الجدل لأن أنا أقصد يعني اللي أقصده أن أنا لما أثير الجدل ما أثير الجدل في حياتي الشخصية أو في أمر أنا سويته قاصد أن أنا أثير في الجدل أنا قد أقدم عمل فني فإذا كان هذا العمل الفني ناجح وفيه ما يثير الجدل هنا تكون هند مثيرة للجدل لأنها قدمت فن لأنها قدمت شيء مختلف لأنها قدمت شيء فيه جرأة جرأة وهذه جرأة يعني صفة مكتسبة مع الفنان ولا هي تنولد فيه هل هند البلوشي الجرأة التي أنت فيها الحين وهذا الحضور وهذه الجدلية وهذه الإثارة هل هي ولدت معاك أنت من صغر كذا ولا لا هي كانت نتيجة لتجربة ومرحلة معينة في حياتك ماذا نقصد اليوم في كلمة أو مصطلح جرأة ما هي الجرأة في نظرتك ما هي الجرأة في نظر المجتمع تختلف مقاييسها شكرا تختلف مقاييسها من شخص لآخر أنا قد أكون جريئة وقد يطلق علي جريئة لأنني أنا على حق ممكن وقد يطلق علي جريئة لأنني أنا ما عندي أو أنني ما أخاف من أحد أو ما عندي شيء يعني يوقفني لأن عندي رأي أبي أقدمه وكيفكم قبلتو أو لا وقد يكون أنا جريئة لأني قوية لأني أملك الحق أنني أنا أقدم ما لدي بكل ثقة أحياناً الثقة تتحول إلى جرأة وأنتي ما تحسين فأنا لا أدري أي واحدة منهم وهم ما شاهدوني أنا مو زهلاناً أنهم يقولون عني جريئة لا أنا جريئة أنا جريئة لأنهم لدي ما أقول لدي ما أفعل ولدي ما أقدم جميل هل هذه الجرأة وهذه الشخصية وهذه التناقضات والشخصيات والأرواح المختلفة المجتمع فيك بكل هذه المواهب هل أثرت على مسيرة هند البلوشي أم العكس صنعت جزء من نجوميتها الحالية؟ يمكن أميل إلى الجوء الثاني بالعكس يعني ما أثرت على مسيرة الفنية لا يعني مسيرة الفنية متنوعة نداي يعني فيها الكثير فيها مسرحيهات فيها مسلسلات فيها أغاني فيها كلبات فيها كتب إصدارات فيها همسات فيها كثير مما أنا قدمت يعني ما قدر أقول أنها أثرت لا لا ما أثرت لا بالعكس أنا بعض أو دعنا أخذت إلى منطقة أخرى أنت اشتهرتي بالأدوار المركبة المعقدة يعني بعض الكتاب والمؤلفين والمخرجين عندما يعني يرشحون هند البلوشي لهذه الأدوار شو يبحثون عنها؟ مو البعض الكل لما يكون الدور يحتاج لغة العيون دائما تدعى هند أدوار صعبة تحتاج لغة عيون تحتاج إنسانة ويهة أغرصب أنا المشكلة يويهي شرير يعطيها الأنطبة على طول لكن اللي عاشرني ودائما أسمع هالكلمة على فكرة أمبي أنت غير لا مستحيل أنت غير اللي أحنا نشوفها يعني أنت إنسانة جدا إنسانة يعني فيه شي جميل بس شو يسوي ويهي شذي أنا شذي أنا أعطي هذا الشر أنا أعطي هذه القوة أنا أعطي يمكن الهالة مالتي هي اللي تعكس على الجمهور أو على المشاهدة أو على الناس أن أنا يضايقتش هذا الشيء يعني يضايقتش أن الناس أنت شخصية لطيفة مثل ما قلت ويحكمون عليك من المظهر من الشكل ما يضايقني لأنه اللي ما يعرفك ما يثم منك بالنهاية وما أقدر أمسك واحد واحد تعال ترى أنا زيناء تعال ترى أنا عكس اللي أنت تشوفها هاتشيك ترى أنا مشريرة صعب يعني فخلاص يعني اللي يتقرب مني ياهلا ومرحبا فيه واللي يعرف هند الصجية أهلا وسهلا رح يعرفها ومصيرهم يعرفون أنا أنا مختلفة إذا ما لقوني الصجية في الدراما يمكن يلقوني في كتاباتي يمكن يلقوني في أغانيه يمكن يلقوني في أي شيء أنا أقدم آخر غير الدراما عادة الفنانين عندما يتقمصون شخصيات مركبة صعب يطلعون منها هل في شخصية واجهتي أن أنت صعب تطلعين منها تحكمت فيت شوائد فتوح فتوح وما أدراكي ما أفتوح يا ندا لا أمانة هذه الشخصية في مسلسل أم نهر واحد الينا مع الكبيرة والقديرة أنا كرحتت فيها أنا كرحتت فيها أنت كرحتيني تدري أن هذه إنسانة سوية جدا وصادقة جدا وأنا أعتبرها ضحية مجتمع أعتبرها ضحية أم أو ضحية نسيان أو إهمال أم أو أنانية أم لأن البطلة سعاد عبد الله الناس كرهتني صدقيني لو كانت أي وحدة ثانية مش معروفة الناس رح تميل إلى فتوح لأن فتوح بنت إن ولدت ما شافت أمها بعد ثلاثين سنة تظهر هذه الأم وقصب أنا أمتش نعم على أي أساس يعني شكثة خذ منتش الوقت لتطلعين من الشخصية لا لا وايد وايد لا عشتها وايد عشتها وايد لدرجة يمكن أنها للحي مرتبطة فيني أحيانا صديقاتي يعني يقولون لي فتوح شفيتش هي وايد قوية يعني وايد حقانية وتقول اللي بقلبها على لسانها يعني بعد تشبهتش بطريقة أو أخرى مش بالظهور اللي ظهرتها بس فيها مني فعلا سريعة الغضب فلما عصر بسرعة يخافون طلعت فتوح طيب هندنا قريت لتش يعني أكثر من تصريح في أكثر من المناسبة أن الدراما الكويتية هذه الأيام تمربعية بمرحلة صعبة خلل نسميها وأن ما يقدم لا يرقى إلى المستوى المطلوب لش تبنيتي هذا الرأي لش تبنيت هذا الرأي لأن أنا بنت لدراما ولما بدأت بدأت خلينا أقول مع الزمن الجميل وبدأت مع فنانين كبار لهم مشوار كبير وبدأت لما كانت لدراما بخير والكتابة بخير والمنتجين بخير لما كان كل شيء يقدم فعلا فن كهدف أنا دلشيتي للمجال 2003 تعلمت وائد أشياء لأني وقفت قبل العمالقة تسأليني أنت وين إش من الدراما وين العمالقة من الدراما وينهم؟ طيب يعني لماذا تبنيتها؟ لماذا تبنيتها لأن هناك أزمة نص هل أزمة منتجين؟ هل الجيل الحالي من الفنانين أساسا لا يرقى لهذا المستوى من الفن الراقي؟ عزيزتي أول شيء أنا شكلي فعلا مثيرة للجدل بهذا التصريح دمشكيلتي أكثر من التصريح أنا لا أذكر أمانة كم مرة صرحت بهذا الأمر ولكن كل ما قلتي وكل ما سبق هو ما دفعني أن أنا أتبنى هذا الرأي الكتاب المنتجين الجيل الحالي الرؤية المستقبلية للفن والدراما هذا ما جعلني أتبنى هذا الرأي يعني ما فيه هدف ما فيه خط مرسوم لا للكتاب ولا المخرجين ولا 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 يلا عمل خلن نخرجها بسرعة نطلعنا ما هو المطلوب؟ المطلوب أننا نتوقف عن التقليد الأعمى نتوقف أننا نكون تابعين ومجرد أننا نأخذ صورة أو خط نجح بره نيبة عندنا ونكوتها ونسوي دراما يعني لما أصبحت أو لما انتقلت أو تحولت رؤية الدراما الكويتية عندنا للمسلسلات الرومانسية والمسلسلات الشبابية اندفن جيل كامل قاعدة وبالبيت ما فيه ما فيه أعمال ثقيلة لها ثقل أعمال شبابية رومانسية تنين يحبهم بعض عشق في الهوى والعشق المدري شنو كل هذا تقليد للدراما التركية أوكي نجح فترة نجح فترة شوفي أي شي جديد لازم يعني يكون في فنه يعني ما فيه سلاح ذو حدين يا ينجح يا يفشل أوكي بس لما ينجح أوكي نجح لا تستمر عليه وقتا إذا أظل بعدين على نفسها نفس مع أنا أظل مثلا مع أنا إذا نجحت فيه خلاص هذا لون يعني أنت طالبين بالتنوع أطالب بالتنوع أطالب بعادة تأهيل الأمر أطالب بظهور كتاب متميزين أطالب بعمل ورشات كتابية للنص الدرامي إحياء هذه الدراما من جديد أطالب بالتوجه للواقعية ما في واقع في مسلسلات كوتية المدرسة الواقعية مينها خلاصنا خيال بسنا كلها خيال مش كلها واقع ممزوج بالخيال بس نحن نبيل يعني مثلا مثلا أعطيك مثالي مسلسلات اللي قبل أن تقع هذه الدراما ليش للحين نذكرها أنا تشبهنا تشبهنا كثيرا من مجتمعنا وواقعية حتى لو كان فيها شوية خيال بس واقعية ترامس القلب تدش كل بيت لأنه لما يكون الدراما كلها حب ومدرشين إذا وين الرسالة أنت تقدمها طيب بين الدراما والمسرح والكتابة هند البلوشي وين تشوف نفسها أكثر ما أدري الأقرب كلهم أحبهم اختاري بينهم الكتابة الكتابة نعم قلمي صديقي ليش لأنه هو الوحيد اللي طلع ما لا أظهره للجمهور يعني طلع مكنوني مخزون يومي أنا على فكرة يوميا أكتب جميل لازم أكتب ولازم أقرأ يوميا قبل أنام لازم أقرأ لي صفحتين تلاقيني أنا حتى لو بالسيارة أو بأي مكان أطلع اللي بداخلي في النوتس أخذنا بعدين أروح أفرغها في البيت وأقرأ أصدقائي وأبني عليه ننتقل إلى الجزء الثاني من حلقتنا سيكون هناك جرأة أكثر من هذا الجزء أتمنى أن تواصلين هذه الروح الحرة التي تكون فيها يا حبيب لكن قبلها نلعب معنا لعبة بسيطة مديرة الفلور منيجر اليوم إيمان معاها بوكس هلو هاي الله يستر أمو يبعد قلبي أبيلي هدية شكراً إيمان هاي فيها هدية على فكرة وفيها أننا بنسمع صوتك كع صوتي لا لا صوتك كمغنية هلو صوتك كمغنية طيب أنا بفتح لك البوكس حبيت البوكس على فكرة هو فني صراحة أمونا هذا الحجر واللون الأزرق لوني المفضل وقاعة أيضا هناك فراشة شفتي الآن تختارين اسم من هذه الأسماء اختاري واحد هم ثلاثة وانا متأكدة أنت تحبينهم وانت شرلي خيتي وانت شرلي خيتي بحثت عنك مم 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 اختار اختاري وبتغنين نعم لا تغنيني لهذه الشخصية أغني الشخصية الموجودة داخل الورقة نعم آه حسنا عشان ننتقل للجزء الثاني وانتي مودتش حلو بله حطت لي شيء فرنسي تواهقيني لا لا كلهم عربي لا تخافين عادانا بهذه السؤال لا يحب هاي الصاحب أسحب واربح ما يشنون كلها حظنا وفخر الأغلبية من روي لنا وروي الجمهور عبد المجيد عبد الله واو الصوت العبقري الصوت الحنون أمبي شو تسمعينها وحكتوني عبد المجيد عبد الله أنا أحب القديم أني أسمع له أشياء من زمان فخلينا نقول أو لا أقول على طول قولي طبعا أهدي هذه الغنية يقول عبير بنتي عمري كيف سيبك كيف سيبك وإنتا نظر عيني وأنا حبيبك وإنتا نظر عيني وأنا حبيبك كيف سيبك كيف سيبك وإنتا نظر عيني وأنا حبيبك الله استمتعنا بصوتك شكرا الجميل ما رايش ننتقل للجزء الثاني نلعب بعد ألعب ثانية طبعا هذا أنا الجرأة التصريحات النارية الخلافات بعض المتابعين هند بعض النجوم يعني أمور اللي تابعتش يحس أنها شي روتيني لربوه في حياتك حضرة الناظرة جلجان قاعدة أنا أعسفة عندي حصتين أنا أخططت أربع عناوين قدرت أوصل لها هي على الشاشة تظهر معنا مسيرتي ضريبة الشهرة ثروتي ويم رايتي الله يم رايتي الله الله سأهذف واحدة أو سأهذف ثلاثة واحدة لا تحذفين واحدة ونتكلم عن الثلاثة أنا أحذف ثلاثة لا تبين تغادريننا بسرعة بس لا لا ما تختاريننا أحذف ضريبة الشهرة تحذفين ضريبة الشهرة أنا توقعت تحذفين ثروتي لماذا حذفت لماذا حذفت ضريبة الشهرة لأن الحديث فيها قد لا نصل إلى نهاية فيه لأن الحديث فيها يطول وما راح نوصل حق نهاية نهاية أحترم رأيك ليش نتكلم فيه ونضيع ركت الحلقة خلي الباجي نتكلم فيه جميل عشان تريد ننتقل إلى مسيرتي خلنشوف شو اللي مخبين لك وراء مسيرتي مرى هذا العنوان خلنشوف خلنشوف دابل لايك شنو هاذا؟ تلحد السغلية اللي خاصة الناس مستفزة 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 مثلا 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 زينت خلينا ونانا بيدي بلدت الجائدة لا ديني هند نعم شفية هاذا؟ شفية ها؟ شفية هند هند يعني أنا ما أعرف السبب اللي خذت أغنية مستفز كل هذا الحجم من الهجوم من التعليقات من الاستهجان وغيرات تعتقدين ليش؟ ما في شيء مهم ثاني في الدنيا صدقين لو أنا عرف ياخذ هذا الحجم صدقين لو أنا عرف السرق إلا الأغنية كان مو أنا طالع مع أهلي وعيالي مستنسى على البحر قاعدة 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 قولهم هذي اللي مؤذيتكم بالكلب كيف شفيه هذي؟ كان لا أمانة أنا أجهل السبب بس قد يكون ممكن لأنه مش متعودين على هند تظهر بهذا اللون من الفن فقط لغير لأنه متعودين هند ممثلة ودراما وجدية ومسرح ورسائل ويلا وأغاني وطنية وأغاني مش عارف إيش فلما توجهت أو قدمت شيء ديد في السوق وهو سنجل كسنجل كغناء كلون آخر بعيد عن ما قدمت قبل ذلك فأكيد راح يواجه هجوم بعدا لا تؤغذى في الشجرة المثمرة بس ما تعتقدين أن هذا الهجوم على هذه الأغنية لأن الكثير يتهمها أيضا أنها لا تقدم شيء فنيا يعني قيمتها الفنية ضعيفة ورديئة شوفي ما أحد يقدر أو ما أحد لاحق أن يحدد القيمة الفنية للعمل الفني إلا النقاد والفنيين والمختصين في هذا المجال منزل الجمهور بعد جزء من رأيها مهم جزء من رأيها مهم فيما يقدم يقبل أو يرفض لكن ليس هو الذي يحدد القيمة الفنية إذا أنت مواجهتها للجمهور أو مواجهتها للنقاد والفنانين لا 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 أنا عمل فني أقدمها لكن لماذا أنا قد أكلمت الشيحين في موضوع القيمة الفنية من الذي يحددها؟ المختصين والنقاد فقط لماذا أنا أكتفى عن كلام صحي عن القيمة عن المحتوى أنت قلت أن الجمهور يقول أنه لا يوجد قيمة فنية ليس الجمهور يحدد إذا يوجد قيمة فنية أنا أكتفي أنه من أول ما انتشر أو انحط بعد ساعة من نزول الكليب ثلاث مخرجين مهمين في الخليج كانوا يخرجون هذا النوع من الأغاني أشادوا بالإغنية أشادوا بالإخراج وسمعت كلمة رديتينا للزمن جميل زمن الكليب لأننا ما عاد عندنا كليبات لكن أيضا الجمهور يأخذ مساحة كبيرة على عيني وراسي رأيه يأخذ مساحة كبيرة دوقه يأخذ مساحة كبيرة لأن أنت تقدمينها للجمهور أساساً معلاش أنا مش منتظرة أنا مش منتظرة اللي يحبني رح يتعنالي ويني اللي ما يحبني لا تتابعني حبيبي أنا في مسيرتي قد أقدم ما أقبله أنا وما أعتقد أنا أنه صالح للعرض أنا ناقدة سأعتقد نفسي قبل أن أسمح لأي شخص ينقدني معلش ندا هذا واحد أثنين معلش أكمل كلامي تطلع الكليب هذا صدقيني صدقيني وأنا واثقة من اللي أنا قاعد أقولها لو كان أول واحد كاتب واو حلو كان ما بعده كلهم قالوا واو حلو لأن جمهورنا تابع ليس كلهم مثقف وليس كل الجمهور اللي يعلق هو الجمهور اللي عنده رؤية فنية وعنده ذوق جميل أنا بوقف عند هذا أنا بوقف عند هذا أنت قلت وكلنا نعلم أن الفن عبارة عن رسالة ما الرسالة من أغنية مستفز هذه الأغنية تمثل كثير من البنات الخليجيات المتزوجات والمرتبطات في علاقات أي أن كان خطوبة حب أي أن كان من هذا النوع أنت الناس للأسف شافت الكلب ما ركزت في الكلمات لعلمتش الخاص أن هذه الأغنية أصبحت تهدى من زوجات إلى زوجات إلى زواجهم هل يمكن أن أنت خانج التعبير في الكلمات؟ لماذا خانج التعبير؟ لأن الناس فهموا غلط؟ كيف هم؟ ما يهمت أن الناس فهموا غلط؟ أنت تفهم مثل ما أنت تفهم أنا أرسلت رسالة المستقبل يستقبل هذه الرسالة حسب ثقافتها حسب معتقداتها حسب إيمانة أو إلمامة سواء بالفن أو بأي إنكان الذي يقدم أنا لم أكن مسؤولة أن أصل لك رسالة كما أنا أردت أن أوصلها لك حتى المسرح لكن الكثيرين يقولون أن العمل للي ما يتقبلون الناس ما يستقبل الجمهور ما يحبه يصنفون أنه هو فاشل وهذا في المسرح وهذا في السينما وأيضا في الأغاني معناته أوكي لماذا هذا الهجوم على الكليب؟ أنا قدمت كثيراً مسرحيات في منها صنف الناجح والعبقري والعالمي وكتب في الجرائد أن مسرحية كويتية بمقاييس عالمية تأليف هند البلوشي وبطولتها وإخراجها أوكي لكننا نتكلم عن المسرح لا نحدد نحن نتكلم عن عمل فني ومحدد بالغناء ليس محدد بالمسرح ولا التمثيل ولا الدراما كيف هم؟ أنا قد أعطيت مثال أن قدمت مسرحية هم نفس الشيء هوجمت وقال أنها فاشلة ونحن مفاهم منها شيء أنا بيوصلت أن الجمهور ليس واحد فيه 50% مننا يقبل وفيه 50% مننا يرفض فأنا مرح أوقف مسيرتي علشان هناك من يرفض ما أقدمها فأنا أرفض يا حبيبي سنرى شيء ثاني مخبينا لك في هذا المحور سنرى هذا الفيديو يا جماعة اللي يمون على هند البلوشي كلموها تبطل غناء نفسي أعرف أنت منه قاس عليك أنه ليش أحقية أنش تنزلين سناقل صوتش زوين تغنين غنية داخل مسلسل داخل المسرحية ليس أنش تنزلين عبد النور تعليقتش؟ لا تعليق منو هذي؟ زين، ليش تعطين فرصة للآخرين أن ينتقدون شيء الأخرين منو؟ منو هي اللي تقول هذا القرام؟ غنية أو غيرها؟ هي مثال نحن نحطي لها حالياً لا، لماذا؟ أنا عندي 2 مليون روحي دشي اليوتيوب وشوفي أن الغنية سماعها مليونين شخص أو شافها مليونين والغنية اليديدة أيضاً كذلك مليونين فاصل مئتين ألف تحديداً أنا أعطيت الرقم يا روحي إذا أنا لا عاجبها صوتي هل هناك أشخاص عاجبها صوتي؟ حتى لو أغني فقط عيالي أنا أخذت منها شيء لا أنت ما أخذت منها شيء حرار، أنا أقدم اللي أنا أبيه اللي أنا أسئلة أقول ليش يعني أنت بهذه سؤالك معلش ندا ليش تعطين فرصة للناس؟ ليش تعطين فرصة للآخرين أنهم ما يتهمونك يصنفونك ينتقدونك ليش؟ مو أنا اللي أعطي فرصة أهمة 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 اللي مش عارفين ينقدوا يعني معلش أنا أملك شهادة نقد هذه تدعي نفسها أو تدعي تدعي سوري عفوا أن هي ناقدة الناقد الحقيقي لا يجرح يجب أن يكون حيادي ويبتعد عن الذاتية واضح من فيديو الأستاذة مي العيدان أنها تتسوي مشكلة مع هند البلوشي فقط لا غير لأن لما تقولين صوت تش زوين لا حبيبتي أنا صوتي مش زوين لو صوتي زوين ما عشاده فيه ملحنين كبار وموزعين كبار ثاني شي راح إيه اليوم وأقف على المسرح ورح يبين إذا صوتي زوين ولا صوتي زين زين ثاني شي أنا غنيت لش قبل شوي هل أنت تشوفين إذا أنا ما أنفع أن أغني؟ لا بالعكس صوتك جميل جدا ننتقل المحور الثاني طبعا المحور الثاني ثروتي ثروتي توقعين شنو مخبين خلف هذا العنوان ما أعلم بس هذا العنوان يعني كثيرا يعني هند ثروتي 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 هي ما أحصده من مسيرتي جميل؟ نشوف أعيالي دعيني نشوف أنا قد أقول لش العنوان يعني هذا الشي هذا الشي ما نحاطين؟ كيفكم؟ دعيني نشوف براحتكم دعيني نشوف هذه الغنية مع مرام عمود البيت أهديتوها لروح الوالد الله يرحمه ويغفر له الله يرحمه شو خدتي من نهند؟ خدت من أبوي؟ قوة شخصيتها وعنادها إذا حطت برأسها شي لا يمكن أن يتغير شو تحبين تقولين له؟ وانتي في هذا العمر بعد هذه التجربة ولديك أطفال؟ مش تاقتلك يبا تعال شوف بنتك وين وصلت أنا عندي شهادة اللي انت تبيها حققت الكثير مش تاقتله هل في لحظة يعني مرت عليك لحظة ضعف لحظة تعب لحظة إرهاق تمنتي هو يكون يمتش؟ في كل مرة وأقربها أمس ليش؟ ما أدري حسيت أني محتاجت لها يعني كان قريب مننا شوائد هنت؟ يعني يعني هو الأب الصديق؟ هو الأب الصديق فعلا هو الأب الأخ هو الأب الأب بعدين ما عشتوا أي وائد يعني ما ميداني أشبع منها أحلى ذكرة تحملينها دوم في قلبك له كل أيامي معها حلوة حتى السيء منها حلو أنا آسفة على السؤال هند لكن لو كان هو موجود بيننا سيكون فخور بما تقدمينها الآن؟ أنا متأكدة جدا أنها سيكون فخور لأن أبوي لا ينظر إلى هذه الأمور ولا يشوفني مثل ما يشوفوني الناس هذا أبوي سيشوفني بعين أخرى ورح يشوف كثير أنا تعب لأوصل للي أنا فيه كمون أنا ما أبقى شيء وصير دكتورة لماذا لا سيكون فخور؟ أكيد نرى الصورة الثانية في هذا المحور؟ نرى مرام يعني هي الشقيقة التوأم أعتقد في مسيرتك الفنية وتفصل بينكم ست سنوات ماذا تقولين عن مرام؟ أقول لها أحبت كثيرا أنت أمي والحمد لله أنت في حياتي والله يديمت على رأسي والله يوفقتك والظلين سندي وظل سنتك تتقاطعون في الشخصية؟ مختلفين جدا لذلك نكمل بعض أحلى شيء تحبين في مرام وأنا ألتقيتها شخصيا أكثر من مرة أحلى شيء أحب فيها لوايتها أنا أسميها تاز لأنها في المكان هذا لنصبح عفور شخصية كرتونية طبعا شخصية كرتونية جميلة جدا طيبتها اللي بقلبها للسانها سريعة تشيدي هايبر تتكلم بسرعاك أشي بسرعاك لقد أتسمي اللي عليها الله يحفظها كالشي حلو فيها ماذا لا تحبين في شخصية هند؟ إنها سريعة الحكم يعني تفهم غلط يعني لا تترية في تلقي المشكلة أو الموضوع ليس دائماً دائماً تفهم غلط دائماً عندما تقول لها شيء تفهم عكسها بعدين يجب أن تفسري لها لكي تقول آه اوكي أنا عبالي تشذي نزين هذه شخصية مرام شخصية جميلة شو عن شخصية هند؟ شو اللي ما تحبينا في شخصية هند؟ اللي ما أحبها في شخصيتي؟ كثر ما أنا الآن قوية بعد ما كنت ضعيفة جداً على فكرة أنا برج الحوت يعني برج الحوت طيب وحنون ومسكين ورومانسي يعني مغلوب على أمره يعني الحين أقدر أقول هذا أنا قبل ما أقدر أقول هذا أنا أنا كنت إنسانا حساسة جداً 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 لأبعد درجة يعني لو أنت يعني شفتي الحوان هذا اللي داير قبل ثلاثة عشر أو خمسة عشر سنة يمكن أنا كنت هنا مناحة مسوية ما كنت رح أعرف أرد على ولا سؤال قويتي تغيرتي؟ جداً لدرجة أنه ما قام يعني ما يأثر في شيء؟ مش ما يأثر شوفي موت أبوي كسرني حيل وقواني وصرت أقول شنو بخسر يعني إذا أغلى شيء عندي بالدنيا راح شنو أكثر من شيء ممكن أنا يأثر عليه فعلى هذه الدنيا عايشينا نحن نحن نركض نبحث ندور عن ذاتنا ندور عن نفسنا بالنهاية أنا عايشة ليس لأن أنا عايشة وخلاص أكل وأشرب وأنام لأن أنا الله خلقني أكل وأشرب وأنام لا كلا صلى الرسالة في الحياة مضروري ممكن للناس فهمت شي دي ندا مش كل الناس تبحث عن ذاتهم وبعدين البحث عن الذات تحديداً مش موجود عند الجميع مهما في ناس يحققون مناصب ويعصلون إلى مراكز وهو للآن ما وصل إلى ذاتها النفس داخل حقيقة أمرا ما هو أنا شنو حققت في مسيرتي هذه شنو شنو قدمت وين وصلت وليش بوصل وليش بعد استعداد ليش عندي بعد استعداد أكمل أنا شدي أنا وائد صرت طموحة فأنا مختلفة الآن اللي ما أحبه بهند إني ما زلت حساسة علاقتي هذه بس وائد يتأثر فيني كلمة بس مش من أي أحد الشخص لابد إن اخترق قلبي فهو الوحيد اللي يأثر علي في أي كلمة يقولها نروح للمحور الثالث اللي اخترتي مرايتي يا مرايتي علاقتش مع المنظرة نعم هل ترون المرايتي كثيرا؟ لا هل نرى ماذا نخببين لك؟ نعم أنا علاقتي بالقلم أكثر سنرى هل يوجهوا السؤال لنا وين يعمل التجميل؟ وين يعمل التجميل؟ فأنت ترى أن أنا يعمل التجميل؟ توقع خشم ما يحتاج أن تشويه؟ هل ترى؟ هذا تطبيق الدكتور تجميل أنا يحتاج أن أفعل خشمي لا أحد يعمل وأنا هل ترى؟ هل ترى؟ وليل يوم يحتاج أن أفعل خشمي؟ ما رأيت أن أحن لم أقلته؟ قصدت بها الأبر وقصدتها لا أعلم هل ترى هذا؟ هل ترى؟ هل ترى؟ هل ترى؟ هل ترى؟ ترى أنه كهند البلوشي كيف ترى هذا الهلع وهذا الحب والركض وراء المظاهر وراء عمليات التجميل لأن هذه الموجودات الموجودة والدعايا والإعلانات تجعل هذا محبب لهم؟ ما رأيت؟ فعلاً مثل ما تفضلتي طبعاً بسبب هو السوشيال الميديا كالعادة أنا مع وضد يعني مع اللي تحتاج مثلي أنا مثلاً ومثل غيري كثير فعلاً في حالات تحتاج أن هي تجمل أو تعدل أو وبعدين الهلع والهجوم اللي صاير في الكويت على عيادات التجميل أكثر الفلر والبوتكس والأمور اللي تخص النظارة ما نظارة هذا السائد هذا اللي بشكل فضيع عندنا البنت الكويتية أنا أترف تحب الموضة والفاشن وهذا الأجواء وكل شيء جديد تحب أن هي تكون مميزة هذا هلع فيهم حتى قبل الميديا أمانة نزيل بس ما تحسين أن هذا شيء زاد أضعاف مضاعفة مع السوشيال الميديا مع الترويج جزائد هذا للأسف أدى إلى يعني أخذها منحنة للأسف أدى إلى الموضوع صار يريد عادي ويريد بالضرر على البنات يعني أنا واحدة من الحالات من الفلر اللي سويتها في الشن واجهت مشكلة لمدة شهر كامل وما زلت إلى الآن تواجهينها وإذا خذ كلاوز المخرج على ويهي راح يشوف أن أنا ما زلت ما عالجت هذا الأمر السبب أن أنا مشيت أيضاً وراء هذا الأمر أبيغير لكي كوني فنانة يلا خلأ أسوي فلر يلا خل كذا أنا مش مع التجميل إلا للي محتاجه يعني خشمي لليل حي ما صوتها لأني خايفة فأمور حتى لو نروح حق التجميل الأعمق يعني أنت عانيتي والأمور هذه الدنيا هذه كلها إيه فعلاً بشكل كبير عندنا الأمر اللي أدى إلى ظهور عيادات مش متخصصة والظهور وصار عندنا مشاكل كثير وصار في دكاتر فيك مش دكاترة مؤخصائيين صاروا يسمون نفسهم دكاترة كان أزمة كبيرة وأسماء كبيرة وانكشفت وانصادت لأن شافوا أن الموضوع أصبح تجاري مش طبي أو مش خلينا نقول هو يعني أول ما بدأ بدأ لأسباب أسباب الناس المحتاجة الناس المحترقة الناس اللي عندها مشكلة في الفك الناس اللي عندها مشكلة في الخشم وهذا أشياء علاجية هذه أشياء تعتبر تجميلية علاجية ترميمية لما بدأ الموضوع يتطور ويروح حق التجميل للنظارة وما نظارة والبوتكس فعلاً بنات صغار بعمر صغير يسوون بوتكس ويعني مش محتاجة مت بتسمحين حق بنت تسوي شيء من هذه الأشياء بنتي جميلة الجميلات ما تحتاج أي شيء في وياها حتى لويات قالت لك أنا أبي أحتاج خاطري رح أقنعها بسلوب ما إنما رح تستفيدين شيء من هذا يا ماما شوفي ماما وشوفي فيديوهات ماما باليوتوب موجودة شلون عانيت من هذا الأمر أنا لحد اليوم ما حد راضي يستلم حالتي لأنه يقولون لازم تروحين حق الدكتور أو الدكتورة اللي حق نتج هي اللي سببت هذا هي اللي تعالج هذا أمانة خضعت لي أكثر من موضوع تذويب وإزالة وكذا رغمني أنا ما حقنت في الخدودي لكن أثر في اللاين لكن مع التهابة مع الغدة اللي المفاوية وهذا الانفكشن اللي صار ضرب ويا كله إذن شوال نصيحتي تشهنت نصيحتي اللي مش محتاجة عملية تجميل لا تخضعين لأي نوع احنا أبناتنا اسم اللي عليهم متسريعات يعني ما لها خلق كسلانة ما لها خلق تنطر سبوعين ولا شهرين عشان تبين النتيجة تبين النتيجة السريعة بس مش دائما النتيجة السريعة تعطيك اللي انت تبينه لنا راح يرجع عادي بعد سنة أو سنتين أو ثلاث كثير حالات الآن أغلب الفنانات قاعد يزيلون كل الفلر اللي موجود في في ويوههم اللي حقنوه من سنوات يبون يرجعون طبيعيين فبالنهاية كل ظاهرة تأخذ هذا الحيز الكبير من الهلع والتفكير والهجوم عليه على هذه الظاهرة هي مؤقتة لأنها ظاهرة صحيح ستنتهي وزيد تقدم في العمر هو مش ظاهرة هو شي محتى مع الإنسان هند بينها وبين نفسها وهي تحب الجمال تحب أن تكون في أجمل صورة تظهر فيها وتشاهد نفسها في مراياتها فيها تخافين من التقدم في العمر الخطوة التي تقترب أخاف منها لكن ليس من هذا المنحنة من أي منحنة يعني ليس خايفة أن أنا شكلي أكبر ومثلا تبين تجاعيدي لأن هذا أمر طبيعي وبالعكس ظهور التجاعيد هذا دليل أن أنا عانيت كثيرا هذه علامة مسيرتي علامة حياتي بالعكس هذه الأمور جميلة أنا ما أخاف منها ما ردي بأخضع لها لكن أنا أخاف من التقدم في العمر أخاف أخاف من جانب ثاني وما يترى على فكرة أتيني هذه الأفكار بالليل أن أنا سأكبر وأحيانا يأخذ منحنة أعمق من كذا أن أنا سأروح من هذه الدنيا وما وصلت عيالي لبر الأمان أخضر من جانب إنساني أخاف ما هو الهاجس الذي يأتي بالليل أنا ما وصلت عيالك أخاف أني أروح وأهم بهذا العمر خصوصا أنهم فاقدون وجود الأب فما أبي يفقدون وجود الأم لأنهم جدًا حساسين وأساسًا أنا يعني في الجو الأسري اللي في البيت أنا مسويتها لهم أنا الحين أنا موجودة في أبو ظبي بنتي الحين تبشي في الكويت نعترتني أرجع عمري الله يحافظت لهم دائما لما تنام يمي وألمها أظل أطالحة أقول أنا لو أغمضت عيني وما قمت هذه ماذا ستفعل؟ ماذا ستعيش؟ لا الله يطولوا بعمري إن شاء الله تشوفينها في أحسن هذا ليس حلول لأنني أنا إنسانة مؤمنة بالنهاية لكنني أتعلم أن الشيطان موجود صحيح وخصوصاً وخصوصاً هذا الأمر ياب العاطفة والحب هذا شخص تحبينا لا تبين تفقدينها بأي صورة من الصور أكيد أكيد فأمرأتي لا أطالع فيها هند الشكل أطالع هند لداخل وهذا أحلى شيء والله يحفظت لعيالتك وإن شاء الله ترونهم في المراتب التي تريدت إياها إن شاء الله يا ربي إن شاء الله لم نضيق بأسئلتنا وكان صدرت رحب على تقبل كل الأراء التي تتبادر إلى الذهن سواء ذهني أو الذهن المشاهدين نحن نطلع فاصل ومن بعدها مشاهديننا نعود لإكتشاف جوانب أخرى من شخصية هند ومواقفها في بعض القضايا الشائكة هذا أنا وهند البلوشي أنت الحين معنا في ميزان مع أو ضد جاهزة؟ أتمنى تتواصلين بنفس النسق الصراحة والجراءة جاهزة جاهزة يالله وراه أوقف وراتش أستوي محقق يا ساتر دعني قاعدة المجرم طيب هند البلوشي أنت مع أو ضد مقولة الحب أكبر كذبة مع ليش؟ ما تمنين بالحب؟ أؤمن بالحب الصادق الذي نفتقده في هذا الزمان ما في حب هالأيام؟ لا زين هند البلوشي أنت مع أو ضد موضة الفاشنستات بالخليج؟ ضد ليش؟ لأن أصبحت أكثر من موضوع ظاهرة وصار الموضوع ما في فايدة مننا ما في جدوى حتى بناتنا الصغار صار هدفهم وطموحهم لما يكبروني يصيرون فاشنستات الزين يعني هما قدوة سيئة؟ مش موضوع قدوة سيئة بس موضوع كفاية مشكل من هب ودب ينحط بمكان فاشنستات فاشنستات لازم تكون فعلا أنت فاهم شنو الفاشن وتمتابع للفاشن تحب الفاشن دارس للفاشن لما تعرض شيء أنت عارف أنت تعرض شيء لا قيمة لما تتوجه سلوب معين في الفاشن أو طرح جديد في الفاشن يعني خلاص ما يصير لكل فاشنست هذا القصد يعني زين حند البلوشي أنت معا أو ضد مقولة أن المرأة أذكى من الرجل يتي عند أكثر شيء أحبا معا ودائما وأبدا المرأة أذكى؟ طبعا المرأة أذكى ما دليلت؟ اسأليني يا أستاذ دليلي؟ عشان ما يزعل من أنشي الريال؟ لا هو مش موضوع أذكى فقط موضوع أن المرأة أقلها يستوعب أكثر من شيء في اللحظة بعكس الرجل الرجل مخى يركز في شيء واحد فقط في اللحظة الواحدة أو في المكان الواحد يعني لما يكون هو في المكتب هو في علبة المكتب ما رح يفكر في البيت لما يكون في البيت العكس ما رح يفكر في ربعة والدوام يعني هو متنقل ينتقل من علبة إلى علبة لكن المرأة تستوى أكثر من شيء كل شيء في لحظة واحدة إذن لموضوع الذكاء تحديدا المرأة عندها حيلة أنها تأخذ اللي تبيه من غير ما تتعب نعم ويشهد التاريخ بذلك نعم 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 وصلة وصلة الرسالة زين أنت مع أو ضد هذه المقولة أيضا أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان وهي مقولة مشهورة لهوبس معها ولا ضدها يصير مهايدة؟ لا 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 لازم مع أو ضد حكم منه؟ حكم البرنامج أنا اللي أحكم أنت في البرنامج؟ أنت تشوفي شنو؟ لا أنا رأيي بقول لليش بعد البرنامج الإنسان ذئب لأخيه الإنسان معا ولا تقول لي ليش ما بسألك ليش لو سمحتها حتى في الوسط الفني؟ نعم أو لا نعم أو لا بدون شرح لا أوكي لا أنت مع أو ضد ترشيح الفنانين لأنفسهم للمناصب البرلمانية؟ معا لكن ليس كل الفنانين أي نوع من الفنانين؟ الفنان اللي اللي فعلاً يحمل رسالة لهذا المجتمع اللي قضى عمره كله يقدم رسائل يعني الفنان لازم يكون الفنانين اللي عندهم مسيرة لا تقل عن 45 سنة أعطيني اسم اسم لفنان لو يترشح الآن أنت بتدعمينه في حملة الانتخابية يعني أنا كنت أتمنى أن المرحوم الله يرحمها عبدالحسين عبدالرزا توقع لو يترشح ويستحق الله يرحمها ويغفر له لكن هو راحل أتحج عن الآن الآن أنت سألتيني سؤال أنت معه أو ضد وأنا جاوبتك إذا كان هناك فنان مثقف صاحب رسالة حقيقية مؤمن بهذه الرسالة صاحب رسالة صاحب مسيرة فنية لا تقل عن 35 سنة فيها أعمال فيها رسائل وتذكر وقومت وأصلحت من هذا المجتمع إيه ليش لا اسم اسم تعطيني اسم لا أروحي لي بعد لأنني لا أقدر الآن بهذه اللحظة أشوف منه الذي ممكن أحترم ذلك مع أو ضد سقف الحريات الإعلامية في الكويت بحاجة إلى المراجعة سقف الحريات الإعلامية الإعلامية نعم معا وبيشدة أرجوكم زين لا أقول لك ليش أنا أعرف الإجابة لا بس أنت معا أو ضد دعني أشرح لك كل شيء لا يحدث 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 أشخاص أراءة في مماضيع مختلفة لا أكملت الأسئلة لا يحدث هذا كان تحقيق الآن أقول أسئلة سريعة نحن محامدة نحن محامدة نحن خفيف يعني أخفف عنك سأل الأسئلة سريعة أبي إجابتها بجملة أو كلمة بدون شرح جملة أو كلمة بدون ليش بدون ليش بسم الله أستعدت؟ أتوهك أحيانا يلا أنزين دعني أسأل ندمت بعد أن صرحت لم ندم قمة سعادتي نعم قاد معي أبنتي عبير ايه روحي سيدة الدراما الكويتية سيدة الدراما الخليجية صعبة جاوبتش على هالسؤالين لأن أهم ثنتين ثنتين تقدرين تقولين عنهم أهم ثنتين سيدات الدراما الكويتية وسيدات الدراما الخليجية مستحيل أنت أو أنا أقدر أفرز قديرات مثل حياة الفهد و سعاد عبد الله هذول أهم ثنتين وسيبقون أهم ثنتين في نظري في نظر الجمهور قد يكون هناك رأي آخر لكن أنا أشوفهم أهم ثنتين هذول أثنين بالعكس أنا عجبت بجوابتش على السؤالين و دمشتيهم في ذكاء يا هند الأغنية التي تعبر عني هي أريد أن أبكي حق راشد الماجد أقيس نجاح أعمالي من خلال المؤشر التالي الجدل أسوأ ما في عصرنا السوشيال ميديا سأعتزل عندما لن أعتزل إلا إذا شعرت أنني لا أقدم دم دم بن يعني هند الحوار كان معك ممتع وشيق جدا أعمل مزيج رائع من التناقضات الإنسانية التي يجب أن تتداخل في روح وفي صدر كل فنان الله عليك أنا أقدر أقول عنك دمتي مثيرة للجدل يا رب حبيت على فكرة لكن إن شاء الله أكون مثيرة للجدل المفيد أكيد يعني يا رب يكون الجدل على أشياء أنا أقدمها مفيدة فعلا أكيد أنا تشرفت فيك جدا 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 وأنت شخصية وروح جميلة وسعيدة أن أنا إحدى ضيفات هذا البرنامج المميز كل الشكر لفريق الإعداد كل الشكر لمخرجنا كل الشكر للقناة والقناة الجميلة التي احتوتنا وكان لها دور الكبير في اختياري أني أكون ضيفة لهذا البرنامج شكرا لكم كل الشكر لك كل الشكر لك يا هند البلوشي والأسبوع المقبل ضيف جديد مع هذا أنا ودائما بعيدا عن منطق الإثارة الهابطة والصحافة الصفراء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر